أنه بدأ توزيع الجوائز النقدية ليوم الأمس للفترة الصراحية وفترة المسائية وكذلك لهذه المنافسات وانطلاقة هذا اليوم بعد ذلك سيبدأ إن شاء الله توزيع الجوائز وبالفعل هو قد بدأ توزيع الجوائز في اللجنة المنظمة لسبقات الجن وعموما سيستمر فتح باب توزيع الجوائز من الساعة الثامنة صراحا في كل يوم على طول أيام هذا المهرجان لذلك حقيقة بدأ بالفعل صرف وتوزيع الجوائز النقدية لليوم الأمس على الفترتين الصباحية والمسائية وكذلك بعد ختام هذا الشوت على الفائزين التوجه مباشرة إلى مكتب اللجنة المنظمة لسبقات اللجن هنا بجوار المنصة الرئيسية في منطقة الشحانية نتمنى للجميع التوفيق ونتمنى حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ وعموما كلنا فائزين بالمشاركة في هذا المهرجان الزميل عادل المطيري يتابع معكم انطلاقة هذا الشهوط الحادي عشر لأبكار بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا لعزراء نحييكم أكبر ساحية شكرا لزميل سعد بطلع العكيبي على إتاحة تليل فرصة بالتعليق على هذا الشهوط وهناك الانطلاقة تبدأ بشهوطنا الرابع عشر للقاية لبكار خمسة كيلو مترات هي المسافة المحددة والمقررة رسميا للأخوة الذين يشاركون بهذا الشهوط نتمنى إن شاء الله لجميع التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم للأخوة الملاقين الذين تواجدوا بهذه الانطلاقة وأيضا المشاركة في هذا الحدث الهام هناك نحن في طريقنا مشاهدي العزاء إلى المراكز الأولى ومع الانطلاقة التي بدأت قبل لحظات الانطلاقة تبدأ مع صاحبة المركز الأول هناك وفا عود ملكية ترسيد عتيبة من سالم النايلي اللي تحتل المركز الأول يليها مباشرة لمحة للسيد هلال بن سعيد الظاهري هي التي تحتل المركز الثاني بين منار مشاهدي العزاء المركز الثالث هناك أيضا النشمية تعود ملكيتها للسيد فلاح بن سعود الفهادي هي التي أيضا تحتل المركز الثالث لكن هناك أرى التي شاركت في هذه اللحظات هناك المتحدة لسيد صالح بن طيثاب المري هي التي تحتل المركز الرابع بينما نرى مشاهدي العزاء هناك خمس المراكز أيضا نرى شعيلة لسلطان بن خليفة بن زاهر الخيري هذه نتيجتنا مشاهدي العزاء هذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى أعددناها لحضراتكم بالوفاء والتمام كاملة مكملة ونعود إياكم إلى مقدمة هذا الشوط ولا زلنا نتواصل معكم ومع التي حاصل الآن على المركز الأول المسيطرة على مجريات هذا الشوط وفا الاعتيبة بن سالم النايلة التي تتربع على عرش هذا الشوط ومسيطرة على المركز الأول مشاهدينا مستمعين الكرام هناك كل بالجانب الأيمن التي تتسلل إلى المركز الأول بهذه اللحظات مجلد العزاء هناك لمحة الهلال بن سعيد الظاهري هي تشارك أيضا في ثاني المراكز وتنافس على المركز الأول بهذه اللحظات بالفعل انتقلت وياكم إلى المركز الأول ولمحة هي التي تصدرت هذا الشوط لهلال بن سعيد الظاهري ننتقل إلى ثاني المراكز هناك وفا الاعتيبة بن سالم النايلي في ثاني المراكز نقلتنا إلى المركز الثالث وأرى شعيلة لسلطة بن خليفة بن زهر الخيلي تحتل المركز الثالث المركز الرابع هناك النشمية لفلاح بن سعود الفهادي في رابع المراكز انتقلتنا إلى خامس المراكز أول ندام للسلطنة لعبد الله بن خادم الزرعي تحتل المركز الخامس وهذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى وثاني ندام مشاهدين الأعزاء مجتمعين الكرام ولازمنا نتواصل معكم ومع المشاركة للأخوة أرى شعر سبيصل بن طالب بن شريم المري تدخل بهذه اللحظات هناك الشاهنية بالفعل إلى موقع المركز الأول من سات المراكز إلا وصلت إلى أول المراكز لكن السعادية السعادية تأتي بحضر الله ورعايته للسيد مسفر بن مبارك الشهواني راحب إزنه التي حصلت على الشوط الماضي مشاهدين الأعزاء بالفعل أفسح المجال هناك السعادية في هذه اللحظات تنتقل وياكم من موقع إلى موقع وتصل بحضر الله ورعايته إلى المراكز الأولى وتعلن المنافسة القوية بهذه اللحظات بالفعل هناك سعادية السعادية مسفر بن مبارك الشهواني هي التي تتربع على عرش هذا شوط انتقالتنا إلى ثاني المراكز هناك الشهنية الفيصل بن طالب بن شريم المري ننتقل وياكم إلى المركز الثالث لمحة لمحة في ثالث المراكز مشاهدي اللحظة لهلال بن سعيد الظاهري في المركز الثالث المركز الرابع هناك أيضا حزايم لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري في المركب ولكن سلطنة بهذه اللحظة مشهد الأعزاء لعبدالله بخادر من الزرعي تحتل المركز الرابع وخامس المراكز تبقى فيه حزايم لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري إذن مشهد الأعزاء هذه نتيجتنا وها هو النداء الثالث ولازمنا نتواصل مع السعادية التي تحتل المركز الأول لسيد مصفر بن مبارك الشهواني التي تحتل المركز الأول المشاهدين الكرام في انطلاقتها إلى مقدمة هذا الشهد ومسيطرة على المركز الأول بهذه اللحظات إذن هذه اللحظات ولكن هناك الشاحنية لفيصل بن طالب بن شريم تتواجد في هذه اللحظات في ثاني المراكز انتقالتها أيضا إلى المركز الثاني بالفعل ولكن لمحة تتحرك لمحة بهذه اللحظات لمحة 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 في ثالث المراكز وتنتقل إلى المركز الثاني تعود ملكية الهلال بن سعيد الظاهري في ثاني المراكز تبقى فيه الشهنية في المركز الثالث لفيصل بن طالب بن شريم المري المركز الرابع هناك السلطنة لعبد الله بن خادم الزلعي أيضا تتسل في خامس المراكز وأول نداءنا للدوحة الدوحة 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 اللي صالح من حمد القمراء هي التي تحتل المركز الخامس وأول نداءنا للدوحة التي تسيطر ومن الجانب العيمن تتسلل إلى رابع المراكز إذن مشاهد الأعزاء هناك الخمسمائة متر الأخيرة الخمسمائة متر الأخيرة والمتبقية عن ختامي ونهاية هذا الشوت لأزارة السعيدية في هذه اللحظات تحتل المركز الأول للسيد مزفر بن مبارك الشهواني راح يمزنه راح يمزنه ولكن الله لم حلم حتبصر انتقلت إلى هذه اللحظات مشاهد الأعزاء انتقلت إلى السيطرة وانتقالتها إلى مقدمة هذا الشوت للسيد هلال بسعيد الظاهري في هذه اللحظات مشاهد الأعزاء إلى المركز الأول وتنتقل إلى المراكز الأولى ولكن والله منافسة 200 متر أخيرة لمحة لمحة والسعادية لمحة والسعادية ولكن لمحة لمحة تتسلل وتسيطر تهانينا إذا استمرت على هذا الأدال السيد هلال بسعيد الظاهري على فوز لمحة في المركز الأول تهانينا والناموس وصلت في المركز الثاني السعادية لسيد مزفر بن مبارك الشهواني المركز الثالث هناك النشميل فلاح بسعود الفهدي حصلت على المركز الثالث تهانينا والناموس المركز الرابع هناك أيضا دوحة لصالح بن حمد القامرة حصلت على المركز الرابع أما في المركز الخامس عزايم لسعيد بن حمد بن مبارك المعيري هذه رتيجة مشاهد الأعزاء الخمسة المراكز الأولى التي فازت في هذا الشوت هذه المنافسة كانت بين لمحة وبين السعادية مشاهدين الكرام تهانينا لسيد هلال بن سعيد الظاهري على الفوز لمحة في المركز الأول قطعت المسافة الخمسة كيلو مترات بسبع دقائق وخمسة وخمسين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا لسيد سعيد هلال بن سعيد الظاهري على فوز لمحة في المركز الأول تهانينا والناموس التي وصلت في ثاني مراكز مشاهدين العزاء كانت السعودية للسيد مصفر بن مبارك الشهوان قطعت المسافة الخمسة كيلومترات بسبع دقائق وخمسة ثانية وسبع أجزاء من الثانية تهانينة والناموس المركز الثالب وصلت بالفعل النشمية لفلاح بن سعود الفلاح هادي قطعت المسافة الخمسة كيلومترات بسبع دقائق وسبع وخمسة ثانية وثلاث أجزاء من الثانية تهانينة لجميع الأخوة الفائزين أنقل الميكروفون للزميل سعد مدلع لا اعتمد